ثلاثة وسبعاً تمر من الشهر الفضيل رسخت فيها الوزارة الوصية ثقافة الحفلات الغنائية التي تقام في كل صهرة رمضانية صهرات وحفلات قال عنها الوزير أنها ترهق كهل القطاع لكنه اليوم يثمن برنامجاً يحمل في كل صهرة ثلاثة أسماء فنية وأكثر وعبر 48 ولاية نتساءل عن قيمة الأجر الذي سيتقضاه الفنان وإذا كانت ميزانية الحفل مرهونة بعدد التذاكر التي يقتطعها الجمهور ماذا عن الصهرة التي لا يكون فيها حضور الجمهور؟ انتهى زمن ميزانيات لشهر رمضان ولا الغير الآن كل النشاطات اللي تم رهي تم بمقابل مواطن يدفع ويشوف حفل فني ولا يشوف مصرحية ولا يشوف إذن دخلنا في مرحلة جديدة من عدم الإنفاق المبالغ فيه من أجل نشاطات ثقافية استراتيجية الأولويات في دعم الأنشطة الثقافية والخواصة الذين تعبت الوزارة من دعوة وطلب وإلحاه عليهم يبدو أنهم استجابوا عن طريق تنظيم حفلة واحدة ووحيدة ذات مردود ربحي فقد اختاروا اسما كبيرا كاسم الفنان أيت من جلات مصرحية عندنا كل فهم معينة الفيلم عنده كل فهم معينة خواصة عنه وش قلنانا أنا شخصي نرى أن نمد اعتمادات تقريب كل أسبوع نمد واحد أو اثنين ووجهنا لم قلنا لهم إحنا مستعدين نرافقكم ونساعدكم إذا يحتاجوا فضاءات قاعات وكذا نعطيولهم القاعات هذه ونطيولهم وعندهم دفتر شروط يحترموا الدولة تدي حقوقها هو يدي حقوقها يبدو أنها مفهوم ترشيدا نفقات في قطاع الثقافة يتجلى في الاختلال الذي يشهده توزيع الأغلفة المالية من خلال دعم قطاع على حساب آخر رغم أن لكل مجال عشاقه ومحبيه